نتعبنا لا بدنا حرب ولا قد الحرب ولا قدرين على الحرب احنا ناس رس بدنا نعيش بسلام لا اكتر ولا اقل وهذا اللي بصير ظلم وحرام اللي بدي يخش رفح يخش واحنا هان اطفالنا ويسائنا شيوخنا مين من وجد اللي كاتبوا ربنا بيصير يخشوا اهلا وسهلا بدو مش يخشوا لا حول ولا بس نازحين من رفح الى منطقة تانية بكفة انه نزحنا من غزة ومن غزة للدير ومن دير لرفح اكتر من هيك ويننا الروح في تخوفات واحنا ما يعني بنعاني من هاتتخوفات لانه في لحظة من اللحظات هتلاقي الاسرائيليين هيدربوا رفح واحنا كل يوم بنشوف القبض يعني شرقة وغربة شمال جنوب ورفح مش بعيدة عن العدوان نزحنا من خانونس اجينا عرفح بقولوا بدونا نشتاح رفح وين نروح العالم وين بدو من نروح حسبي الله ونعم الوكيل عنا اطفال بالاشهر عنا نساء هدول وين نروح نجري فيهم قاعدين منتنقل من مكان لمكان لما بدنا دنا نتنقل احنا مش عافين ما نروح يعني تعالش يسعى الوالد صغير بقول لك اموت اشرف لي ما ضلناش ملجأ غير نقول حسبي الله ونعم الوكيل احنا بقينا في غزة قاعدين في دورنا مكيفين اجوا طب الطقع شردنا عخان يونس من خان يونس دخلوا اليهود واخذ ابوي وطلعنا تاني وجينا عرفح وبرضو هنا الطقع شغال مش عارفين وين نروح وفيش في منطقة رفح فيها امان ولا منطقة واللي بقول لك في منطقة في امان في غزة كلك الزاب لانه ولا منطقة فيها امان وهي كل اللي بيسير بقينك شايف كل هذول النازحين كلهم من الشمال من الوسطى خان يونس لانه فيش منطقة متخوفين انهم يقولون نروحوا انزحوا وبعدين وين نروح ننزح يعني كمان معاين هنا بيجي مليون وثلاثمئة ألف هنا وين نروح ننزح يحطونا احنا كلنا بدنا ننزح من مكان لمكان نشيل ولادنا ونشيل حالنا ويرات كمان بيقولون ننزحوا في مكان أعمل